أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله أن مملكة البحرين أثبتت حضورها على الساحة الدولية عبر ما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة من جهود لافتة أثمرت عن توحيد المجموعة العربية في أعمال الدورة الحادية والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة برئاسة مملكة البحرين مؤخرا وهو في حد ذاته إنجاز غير مسبوق كونه سابق لأول مرة تعتمدها هيئة الأمم المتحدة ولتكون بذلك البحرين أول دولة تلقي كلمة المجموعة العربية في هذا المحفل الدولي الهام وقالت سموها إن إطلاق جائزة عالمية لتمكين المرأة بالتعاون مع أكبر هيئة مختصة في هذا الشأن يضاف لقصص نجاح مملكة البحرين على الصعيد الدولي وفرصة للتعريف لما وصلت إليه المرأة البحرينية من مكانة وتقدم حضاري في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى استقبال سموها لوفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة الحادية والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك والتي شهدت إطلاق جائزة سموها العالمية لتمكين المرأة وسط حضور عربي ودولي واسع وعالي المستوى ونوهت قرينة عهل البلاد المفدى بجهود وفد مملكة البحرين مؤكدة أن هذه المشاركة وما حظيت به من إشادة دولية واسعة النطاق ستدعم التوجهات ليكون المجلس الأعلى للمرأة بيت خبرة وطنية متخصص في شؤون المرأة كما أشهدت صاحبة السمو الملكي بالدور القيادي الذي قام به الوفد في جلسات المفاوضات باسم المجموعة العربية والوصول إلى استنتاجات متفق عليها في الدورة باعتبارها سابقة تسجل لأول مرة أيضا على المستوى العالمي منوهة تنسموها بردود الفعل العالمية والعربية والخليجية التي شهدت حضور البحرين وقيادتها للعمل الجامعي باسم المجموعة العربية الأمر الذي وحد الموقف العربي خلال جلسات المفاوضات الرئيسية مؤكدة سموها أن هذا دليل آخر على جدية البحرين في إدارة العمل المؤسسي العربي عبر هذه الاجتماعات وجديتها في تحمل مسؤولية رئاسيتها للمجموعة العربية بدورها أكدت سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالا الأنصاري أن ما حققته مملكة البحرين من نجاحات على الساحة الدولية كان ثمرة توجيهات سديدة ومتابعة حثيثة ودعم لا محدود من قبل صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وهما نجد صداه واضحا على الصعيد الإقليمي والدولي وأوضحت الأنصاري أنه استكمالا لعمل الأمانة العامة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال متابعة أعمال الجائزة فقد تم وضع خطة عمل واضحة وبرنامج زمني محدد لسير التحضيرات والاستعدادات اللازمة تمهيدا لتسليم الجائزة في ديسمبر من العام القادم لافتة إلى أن الخطة الإعلامية والترويجية التي ستفعل على المستوى الدولي للوصول إلى كافة الفئات المستهدفة للجائزة ونوهت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالحملة الإعلامية واسعة النطاق على الصحة الدولية التي واكبت إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة مشيدة بجهود وزارة شؤون الإعلام في مواكبة الحدث وإبرازه بشكل مهني مشرف إلى جانب تفاعل وسائل الإعلام المختلفة من صحافة وقنوات تواصل اجتماعي حيث حظي خبر إطلاق الجائزة بمتابعة أكثر من 88 مليون مشاهد حول العالم ترجمة نانسي قنع